قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة بالمتحف المصري الكبير لمتابعة آخر مستجدات سير الأعمال به حيث تابع موقف سير الأعمال بمحطة متر أنفاق المتحف المصري الكبير والتي من المقرر أن تخدم رواد المتحف والمنطقة الأثرية المحيطة وخلال جولته حرص رئيس الوزراء على الوقوف على معدلات إنجاز أنظمة تأمين المتحف والمتمثلة في أنظمة التأمين بكاميرات المراقبة التلفزيونية وأنظمة الإنظار المبكر والكاميرات الحرارية وأنظمة التفتيش بالمداخل والبوابات